نروح لأستاذة ليديا هاريتك شايفة تنصحيها بإيه في حالة مروة بوسي يا مدام إيمان الشخص العصب يقوي ده اللي بيفقد عصبه بالشكل ده بيبقى عنده مشكلة في التأقلم على التغيير في الحياة يعني من ضمن من أكبر احنا بنسميها فعلا من نفس الكرب الكرب بمعنى الاستراس أو الضغط مش بالمعنى الديني تمام أنا محتاجة الكرب هي أي حدث بيحصل في حياتك بيتطرك أو بيحفزك أو بيذوقك أني أنت تعملي تغيير حياتي مهول طبعا الجواز من ضمن الكروب دي لأنه في حد دخل في مساحتك الشخصية للأبد والحد ده هيجيب مع ناس تانية اللي هم أولادك فده بيتطلب منك مجهود بياخد من مجهودك بياخد من أنانيتك مش قصدي أنت طبعا بس قصدي كلنا أنا فاهمة عمتا بياخد من تفكيري بياخد من عطائي فلازم يبقى كل واحد فينا متناسق مع الشخص اللي معاه بحيط في الجزئية دي أن أنا أقدر أتأقلم على الكروب بتاعت الحقيقة طب هل هي تقدر تتأقلم في حالة ماروة بتقولك إحنا عاولنا فترة الخطوبة كانت طويلة العصبية مستمرة معها بقى زاد عليها أنه هو بقى شايف أن أنا مش هتغير كان الأول المستعد دي تغيره لو هل هيت خلاص تسلم للقصة دي لا أنا مش قصدي أنه هي تستحمل وخلاص أنا قصدي أنه الناس اللي بيبقى عندهم مشكلة في التعامل مع الكروب الحياة نحتاج مساعدة وإحنا بنقدر نساعده في حاجة يعني أنت شايفة أنه هو مش هيتصلح كده الوحد ومش هياخد القرار ده مش هي طيب دكتور أستاذ لي